بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بيه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضيل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمد أن عبده ورسوله وصلنا لغاية آخر حلقة في سلسلة تعلم برنامج فوتوشوب CS5 الحلقة دي هنتكلم فيها على القوائم منيوز وهنمسك قيمة قيمة ونشوف أشهر الأمر موجودة في كل قيمة عندي مثلا قيمة زي قيمة فايل تعالى نشوف إيه أشهر الأمر موجودة عندنا في قيمة فايل عندي أمر زي نيو وأوبن وكلوز وكلوز أول وسيف وسيف أز وبرينت وإجزت الأمر طبعا إحنا عارفين معناها إيه نيو بيعمل ملف جديد أوبن بيفتح ملف تبويب جديد خالص كلوز بيقفل الملف كلوز أول بيقفل جميع الملفات مبس ما بيقفلش البرنامج سيف بيحفظ الملف بتاعي سيف أز بيحفظ الملف بإسم وبرينت بيطبع الملف وإجزت بيقفل البرنامج خالص إحنا ما بنستخدمش الأمر دي من القيمة ولكن بنعمل الإختصار بتاعهم يعني نيو بندغط كنترول إن أوبن كنترول أو كلوز كنترول دابليو كلوز أول ألت كنترول دابليو سيف كنترول إس سيف أز شفت كنترول إس برينت كنترول بي إجزت ألت أفربعة يا ريت يا أخوانا نكون عارفين الإختصارات بتاعتهم لأن الأمر دي دايما بتتنفذ معنا فيليفضل إن انت تكون حافظ الإختصارات ما تنفذاش من القوام طيب عندي أوامر أنا بستخدمها من قيمة فايل أمر زي سيف فور ويب أندفايس وسيف فور ويب أندفايس ده هناخده أكتر مع دروس الأنيميشن الحركة لما نحب نعمل صور متحركة وعايزين نحفظها ما بنحفظهاش بالطريقة العادية ولكن بنحفظها صور سيف فور ويب أندفايس لأنه بيصدرها لي لملف جي آي اف ولكن بيدعم الحركة يعني لو أنا كنت عامل حركة في الجي آي اف هلاقي عندي إيه الصورة بتطلع جاي اف متحركة طبعا بضغط على سيف واحدد المكان بتاع الحفظ طبعا الصورة بتاعتي دي أنا مش متحرك وهناخد الدرس ده أكتر وهناخده بالتوضيح أكتر فين في الدرس الخاص بالأنيميشن في عندي أمر زي بلايس بلايس ده بيعمل إيه بلايس ده بيمكنني أنه ممكن أعرف أفتح الصورة بتاعتي داخل الملف اللي أنا فتحه يعني مثلا أنا عايز أضيف للملف بتاعي الصورة بتاعة الحيوان دي كده اتحطت على نفس الملف يعني أنا ممكن كده أجي أصغرها تمام أحطها مثلا في الحتة دي ولاحظ معي حاجة أن الملف اللي تفتح باستخدام أمر البلايس تفتح سمارت أوبجيكت يعني بيحافظ على البيكسل بتاعته بيحافظ على سطورة نفسها يعني ممكن أضغط دول كليك على السوم بتاعة السمارت أوبجيكت هيفتحولي في ملف تاني سالك جدا ممكن أعرف أعدل فيه مثلا أجيب فرشة بالشكل دي عدلت فيه مثلا رسمت فيه أي حاجة هاحفظ اللي أنا عملته سيف وقفله كنترول دوليو هلاقي تعدل في الأصل ليه لأن هي سمارت أوبجيكت عملي لينك ما بين الأصل وما بين وضعه في الملف بتاعي ده بالنسبة لأمر بلايس في عندي أمر زي امبورت واكسبورت امبورت ده أنا بستخدمه أن أنا لما بحب أضيف حاجة وافتحها في البرنامج حاجة دي ممكن تكون أي و أي امبورت ديفايس زي مثلا الويب كام أو الاسكانر لما أخذ مثلا صورة من الاسكانر أو أخذ صورة باستخدام الويب كام بلاقي عندي في الامبورت ضف لي هنا اسم الويب كام أو اسم الاسكانر اضفت عندي أو ممكن أستخدمه أن أنا ممكن أضيف فرمات الفيديوهات وضفها أخليها تبقى ليارات يعني أنا عندي فيديو وعايز أخليه لير فبسهولة جدا بضغط على فيديو فورمات ولقي أنه بيدعيب لي امتدادات كتيرة جدا زي موفي و افي اي و ام بي جي و ام بي فور يعني دعيم لي حاجات كتيرة جدا تمام طيب آآ في عندي آآ 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 أمر تاني اللي هو اكسبورت اكسبورت ده اللي هو التصدير ده باستخدمه مع حاجتين مشهور اللي اتنين آآ استخدامي ليهم كتير جدا زي مثلا باست و إلستريتور إنه بيحول لي البسات اللي أنا رسمها وإحنا طبعا اتكلمنا وعرفنا عن إيه باس بيحول لي الباس لملف إلستريتور تمام الأمر التاني اللي احنا بنستخدمه طبعا لو احنا جينا عمال لباس لإلستريتور بيقول لي آآ طبعا بيحدد الباس وورك بتاعتي طبعا بيكون جايب البالتس بتاعت الباس ويكون عامل أكتر من باس بحدد الباس وقول له أوكي يقول لي تحب تحفظها فين الحفظ زي ما انتم شايفين هيتحفظ أدو بإلستريتور اللي هو الملف بتاعها هيكون AI تمام آآ طيب في عندي حاجة تانية أنا ممكن أعمل إكسيبورت لريندر فيديو يعني الملف المتحرك مع الصور المتحركة يعني لما يكون أعمل أنيميشن بدلا ما يحفظها لي كصورة يحفظها لي كفيديو ولكن لازم أكون مسطط ببرنامج كويك تايم كويك تايم ده برنامج مجاني بنقف ننزله من عنه تقوم نعرف نحمله بسألة جدا ده علشان يعرف يدعم إن أنا ممكن أعرف أعمل ريندر فيديو تمام طيب وده برضو هناخده بالتفصيل مع دروس الأنيميشن ده اللي هو بالنسبة للسيف بالنسبة للإكسيبورت في عندي آخر حاجة أوتوماتيك أوتوماتيك دي بستخدم منها أمر اسمه فوتو ميرج فوتو ميرج ده إحنا أخذناه قبل كده مع لما كنا بنشرح الأدوات في أداة الموف تول اللي هو بيعمل لي دمج للصور المقطع ويخليهم لي صورة واحدة يعني أنا مثلا لوحة كبيرة عندي أنا سحبتها مثلا على عشرين مرة وعايز أدمج العشرين صورة دي أخليهم يرجعوا لوحة واحدة بس فبياجي بعمل أوتو واحدد الملفات اللي أنا سحبتها واضغط أوكي واضغط أوكي هتتعمل أوتوماتيك هيتعمل فوتو ميرج وكلام دي علشان نفهم الفوتو ميرج لو مش عارفينه نرجع تاني لدرس أداة الموف تول في الأدوات تمام كده إحنا أخذنا جولة سريعة في قائمة فايل تعال نشوفوا القائمة اللي بعدها قائمة edit عندي في قائمة edit يعني ديها كده نعمل لها highlight أصفر عشان إحنا هنشتغل فيها دلوقتي قائمة edit عندنا آآ فيها أوامر كتير جدا برضو في عندي أوامر أنا باستخدمها نمسح برضو صورة الحيوان ده في عندي أوامر أنا باستخدمها مباشرة باستخدام القيمة أو بس نفذ الاختصار بتاعتها أو بنفذها من حتة تانية الأوامر اللي أنا بنفذها من حتة تانية زي مسلا امر اندو وفوروارد وباكوارد. تمام? الاندو اللي هو التراجع بيضغطه بكنترول زد بيرجعني خطوة واحدة بس ما بيرجعش يعملش اكتر من خطوة. طيب بالنسبة للباكوارد والفوروارد ده بيبقى سهل جدا. يعني تعالي ننشئ ملف جديد. واللاحز معايا كده انا هفتح قائمة خليها هنا كده. ونشتغل مسلا نجيب اي مسلا براش باللون دي مسلا. وهبتدي اعمل ايه? ديني بعمل خطوط. لاحزوا معايا انا كل ما بنفس امر بيتضاف عندي بالهيستوري. طبعا احنا خدنا الكلام ده قبل كده. طيب انا عايز ارجع. ممكن ارجع باستخدام الهيستوري. او ممكن اضغط على كنترول آآ وقالت وزد. هيعمل ايه? هيعمل ايه? تراجع. طب انا انا عايز اعمل فوروارد. هاضغط على كنترول وشفت وزد. هو ده بالنسبة للباكورد والفوروارد. وبراعا بيعمل التراجع او يطلع لقدام بالنسبة للهيستوري بتاعت التصميم بتاعتي. طيب ده بالنسبة للتلات اوامر دول. في عندي اوامر تانية زي الكوبي والكات والبيست. انا طبعا مش معلم على البيست ايه هبنستخدمهاش كتير. لكن احنا بنستخدم بيست سبيشيال. طيب تعال نشوف كده الكوبي والكات والبيست. ايه اللي بيعملوا فيهم؟ يعني مسلا انا جيت كده. ونفتح صورة. خلينا برضو في الصورة دي. انا جيت كده وروحت عملت ايه? علمت على جزئية في الصورة اناي في الهيستوري. علمت على جزئية في الصورة وروحت عملت كنترول سي. اللي هو كوبي. وعايز اعمل بيست. لو انا عملت بيست العادي اللي هو كنترول في. هيحطها لي في النص. هيحطها في نص الصورة. ولكن انا يفضل انت ما تعملش بيست العادي. انت تعمل حاجة اسمها بيست سبيشيال وتقوله بيست ان بلايس. اللي هو اختصارها شيفت كنترول في. تمام? اول ما اضغط عليها لاحظوا معيني اتحطت في نفس المكان بالزبط. يعني اهي. يعني فين كده اهي احنا اخدنا انا جزئية من الصورة. اهي. تمام? يبقى اتحطت في نفس المكان عندي بالزبط. عشان كده انا دايما بستخدم بيست سبيشيال. اه احسن ما استخدم بيست العادية. طيب ده بالنسبة لي اه التلات اوامر اللي هما بتوع الكوبي والكات والبيست او البيست سبيشيال. في عندي مجموعة اوامر تانية اسمها ودي بستخدمها في حالة لو انا كنت كاتب نص عندي في الصورة. يعني تعالوا كده نكتب هنا اه نص مسلا. اه مسلا هكتب هنا نص. وليكن مسلا اه هكتب مسلا كلمة مسلا اه. اه مسلا ابل. وعملت في الابل دابل اي. طبعا احنا مش شايفين نكبر الخط شوية. تمام. ابل انا كده كتبها صح. تعالنا كده نضيف كمان نعمل دابل اي كده في الاخر. عملت غلطة فيها. كل ما علي ان انا هضغط على ايدت وقوله check spelling. هيقولي على فكرة الكلمة بتاعة ابل دي غلط. الصح بتاعها ومديني بعض الاقتراحات. طبعا برأي الاقتراح الصحيح. لو ابل بقي واحدة. واقوله done. سوري. او بيجي كده. واختار. واقوله ايه change all. او change بس يعني على الكلمة بس لو كانت اكتر من كده بقوله change all. تمام? وبعد كده ايه? بيينفز على طول الامر بيصلح لي اه الكلمة بتاعتي. بدل ما كانت double e بيخلها لي واحدة. طيب في امر تاني عندي اللي هو اسمه ايه? ان انا لو عايز اغير الكلمة دي واستبدلها بكلمة تانية. وكلام ده معروف خالص في 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 الاوفيس يعني. الناس اللي استخدمت اوفيس بلكده. هاجي اقول مسلا استبدالي كلمة تمام? بيه كلمة مسلا بوك. تمام? واقول له change all. كده هو استبدالي كلمة بكلمة بوك. ده اه ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة للامر بتاع اه وفايند اندر بليس. في عندي امر تاني اسمه فل وستروك. وفل وستروك ده احنا بنستخدمه من برا. يعني مسلا انا جيت كده وروحت رسمت بالبين شكل مسلا بالمنظر دي. وعايز اعمل او اقول له اعمل لي فل. لو نعمل يار جديد الاول. اجي اقول له في الباس. يبقى هيختار اللون اللي انا عاوزه. مسلا اللون دي. اقول له او او مسلا بقول له كمان. ستروك باس. اقول له مسلا بالشكل ده. طيب كده هو اعمل لي فل وستروك. لو او ممكن ننفزهم من هنا. تمام? طيب ده بالنسبة لي فل وستروك. في عندي امر تاني اسمه بوبتوارب. ايه بوبتوارب دي? تعالوا نشوف مسلا. الشكل بتاعي نمسح بس الباس دي. تمام? همسك مساحة الباس. الشكل بتاعي انا عايز الفه مسلا او خلينا في المربع ده احسن. انا عايز اعمل له بوبتوارب. بتاعي نشوف ايه بوبتوار ده بيعملي. تمام? هجيبها كده. لاحز معي ان هو عمال لي نقط كتيرة جدا في التصميم. ان عملنا بتزوم ان عشان نشوف الشكل بتاعنا كويس. انا كل ما علي ان انا هقول من النقطة دي للنقطة دي حركة لي بالمنظر ده. من النقطة دي لغاية النقطة دي حركة لي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين. بعرف اتحكم في الصورة بكل سلاسة. نفس الوقت هو بيعملها لي زي كأنها تحسها ايه? ورقة متكرمشة. خلصت خالص بضغط على انتر الموجودة في النوم لك. على طول اه بتتنفذ بالشكل دي. تمام? ده بالنسبة لبوبتوارب. في عندي امر كمان. اه امر اسمه ترانسفورم وترانسفورم. ده احنا خدناه قبل كده. يعني مسلا انا جيت بالشكل دي دغطت كنترول تي. كده انا عملت له اللي هو الامر دي. اللي هو فري ترانسفورم كنترول تي. او ممكن باجي بعمل اللي هو فري ترانسفورم واضغط تلك يمين. ده ترانسفورم العادي. اللي هو بيقول لي ممكن تغير السكيل او الروتات او او الاسكو او الديزورت. يعني الكلام اللي احنا اخدناه قبل كده. مسلا الوراياب اللي هو بيعمل لي اكتر من عشان اعرف اتحكم في الرسمة كويس بالمنظر دي. ممكن مسلا اعمل له ديزورت ان انا اعرف امسك طرف واحد. اه ممكن اعمل له مسلا اه الامر ده عشان يعرف يتحكم مسلا في طول العرض. بتشوف الحاجة اللي انا عاوزها. او ممكن اعمل له حاجة اسمها روتات مية وتونين درجة او فليب هوروزانتل او فليب فيرتكال. تمام? الامر دي احنا كده احنا خدناها قبل كده. اه فعايزين نختصر ونشوف الحاجة اللي احنا ما خدناهاش. فده بالنسبة لي اللي هو الفري ترانسفورم وترانسفورم. في عندي اوامر تانية في قائمة ايدت اللي هي زي ديفين براش وديفين باترن واللي هي الكاستم شيب. ديفين كاستم شيب. طيب تعالوا كده نشوف مسلا اه انا جبت مسلا صفحة زي كده. تعالي نعمل جديد ونخفي اللير دي خالص. وانعمل اي شكل مسلا ولياكم مسلا اه هرسم مسلا حرف كي. حاجة مسلا زي كده انا رسمتها. انا عايز اخلي الرسمة اللي انا رسمتها دي تبقى عندي براش. او تبقى اه بترن. كل ما علينا انا هاجي كده واعمل سيليكت حواليها بالمنظر ده. وهاجي اضغط على قائمة ايديت واقول له ديفين براش بريسيت. اصبحت عندي براش. تعالوا نشوف. نتأكد نجيب الفرشة. هلاقي عندي اهو حرف كي. اعرف ارسم زي ما انا عاوز. ممكن اكبرها. تعالي بس ايه عشان ما نتزاولشي. نعمل ارضية كده لومها ابيض. اهي. هو طبعا هو رسم دي هنا حاجات. نعمل لير جديد. واجي كده. وابتدي ان انا ايه اقول له لو انهالي بالشكل ده. او مثلا بالشكل الاسود ده. بكده ده اصبح عندي ايه? اصبح عندي براش واخد شكل حرف الكي. طيب اه ممكن ايجي اعمل حاجة تانية جميلة جدا اللي هي تبقى بتر يعني ادي مثلا حرف الكي بتاعي. برضو هعمل له سيليكت كده حواليها. واقول له بدن ما اجي اضغط على ديفين براش هضغط على ديفين باترن. واقول اوكي. تعالوا نشوف كده. لو على اللير داية مسلا. هنضيف له لير ستايل. اف اكس. واقول له نعايز اضيف لك باترن. اوبرلاي. هلاقي عندي في الباترن حرف الكي. بالمنظر داية. ممكن اغير بتاعها اكبرها اصغرها زي ما انا عاوز. تمام. طيب انا كده عارفت اعمل باترن وعارفت اعمل براش. طيب تعالوا كده كمان نشوف حاجة تانية. هل ينفع اعمل. هل ينفع اعمل مسلا الشكل بتاعي دي. انا عايز اخليه. تعال نمسح اللي انا رسمه من تحت كده. انا عايز اخليه كاستم شب. ازاي حولها الكاستم شب. او تعالوا نرسم شكل جديد. بلاس الشكل دي. وليكن مسلا انا جيت كده. جبت فرشة بالمنظر دي. وروحت مسلا اعملت حرف الايه مسلا. بالمنظر ده. انا عايز اخليها تبقى كاستم شب. اول حاجة هحولها الباس. ازاي بنحاول الباس بنعمل لها سيليكت. من عن طريقنا. انا بضغط كنترول واضغط على السوم بنلزي بتاع اللير بتاعك. عملت لها سيليكت. تاني حاجة بجيب باسز. اللي هي البالتس بتاعت باسز. واقوله حولها لي الى باس. من الامر دي. كده تحولت لباس. بقت ايه? بقت وورك باس. سالة جدا هاجي كده وقوله بن ادت. واقوله حول لي الباس بتاعي لدي فين كاستم شب. اصبح عندي شب. طيب تعالوا نتأكد. هنيجي نعمل ايه? هاجيب كده الكاستم شب. ولاقي عندي حرف الايه? بقى بالمنظر دي. برسمه عادي جدا. تمام? يبقى انا كده عرفت اعمل براش او اعمل باتر او اعمل كاستم شب. تعالوا نكمل بقيت الامر الموجودة عندنا في قائمة ايدت. عندي اخر عمر عندنا برفورمانس. برفورمانس ده بيعمل لي تعادلات في البرنامج ككل. يعني هتعالي نضغط على جنرال. يعني مسلا من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اعرف اعدلها. ممكن اعدل مسلا اللي بيظهر لي مسلا في الكروس بتاعي في الماوس شكله ازاي. او ممكن بعدل مسلا في manifests company's hand currencyン الموجودة اللي هي الفنة وال vegetaljugress والجريد والسلايس الوانهم. ممكن اغير الوان بتاعت الشكل بتاع الوان بتاعتهم. او ممكن اغير مسلا مسلا المسلا اللي هي الترانس بيرانسي اللي هي الشفافيات. بدلا ما تبقى باللون دايه ممكن اخليها بقى كبيرة صغيرة. مفيش اي فيها الشكل دي. بحدد الشكل بتاعها. ممكن نغير الوانها. ممكن نخليها داركن. ممكن نخليها مسلا جريم. ممكن نغير الوانين من هنا زي ما انا عاوز. او اه الاهم حاجة اللي احب نستخدمها البرفورمنس نفسها. البرفورمنس نفسها دي احب نستخدمها واحنا بنصمم دايما بنعمل كده. بنعلي خالص المساحة اللي بتستخدم اه اللي بديها للفوتوشوب ليه? عشان في بعض التصميمات وخاصة التصميمات الكبيرة لما بيجي اشتغل عليها يقول لي ما فيش مساحة كافية سواء في الزاكرة او في الرمات او في المسلا مساحة السي عندك خلصت. برغم مسلا يكون عندك مسلا فاضي مسلا في السي خمسة جيجا اللي انك وانت بتصمم يقول لك السي خلاص مساحة ده خلصت. تيجي تقفل البرنامج لفوتوشوب تلاقي رجع التاني الخمسة جيجا بقت فاضي. فاحنا بنعمل ايه? بنقول له استهلكلي اه نسبة اكبر نسبة ممكنة عندي في الزاكرة اكبر نسبة ممكنة عندي في كل الدرايفرات. بعلم على جميع الدرايفرات بتاعتي بالمنظر دي. علشان الفوتوشوب بياخد راحته اثناء وانت بتصمم. يعرف يحط التنبات بتاعته على جميع الدرايفرات وعلى الرامة بالكامل. عشان اديك مساحة وحرية اكتر وسرعة اكتر وانت بتصمم. طيب ده بالنسبة للبروفورمانس. كده احنا قلصنا قائمة ايدت. تعالوا نشوف قائمة اه قائمة مهمة جدا اللي هي اسمها قائمة اميج. نديها برضو اللون الاصفر. طيب قائمة اميج دي عندنا اه فيها امر كتير احنا خدناها قبل كده. زي مثلا الامر بتاع مود. الامر بتاع مود ده من خلاله بنعرف نغير النظام بتاعي. النظام الالوان بدأ ما يبقى ارشي بين خليسي مايكي خدناها قبل كده. خدنا حاجة تانية. في عندي امر تاني اه اللي هو اسمه ادجاستمنت ده احنا خدناها قبل كده اه مع قايم اه لما كنتم نشرح قايمة لير اللي هو بنعمل منه هتلاقوه موجود هنا. نفس الاقامل دي اللي هي ممكن اغاير البيتنس والاي الـ contrast level. الحاجات دي كلها هتلاقيها برضو هي هي الموجودة عندي في قيمة image اسمها adjustment. ولكن في فرق ما بينهم. ايه الفرق دي؟ تعالوا نشوف كده. بنمسح الليرات الموجودة هنا. لو انا جيت عملت adjustment مثلا اه غيرت مثلا اللي هي الايه? الهيو. بالشكل دي. كده عندي اللي ظاهر ان هي اتغيرت الصورة. ولكن في حقيقة انا محافظ على الاصل وعمل لير جديد اللي هو بيغير اللون. اما التانية لو انا جيت هنا عملت بالامج وادجست منت وجبت مثلا امر هيو. وروح تغيرت اللون بتاعه. وضغطت على اوكي هو غير لي الاصل. هو غير لي الاصل نفسه. خلاهولي بالالوان دي. ده الفرق ما بين الاتنين طبعا ايهما ايه? ايهما شئت. شوف اللي هو اللي انت اللي هينفى معك في التصميم ان انت تعمله في لير جديد او تغير لونه نفسه. اه في عندي حاجة تانية اسمها او تو تون واوتو كنتراست او كرب. دولا�� بيزبط لالوان اوتوماتيك. سواء الالوان او الكون او التون بتاعي. من مجرد بضغط على اوتو تون او اوتو كنتراست او او اوتو او اوتو او اوتو اوتو تون او كوراست او اوتوكار سويت ان هو ويزبط لي الالوان بالشكل دي. طيب في عندي حاجة تانية اسمها ايمش سايز وكون في سايز دول خدناهما قبل كده لو بنغير بيهم حجم الصورة في عندي حاجة اسمها image rotation image rotation دي بنستخدمها لما نحب نعمل ايه نحب نلف الصورة 180 درجة او 90 درجة او ممكن نعمل بيهم عكس سواء horizontal او vertical للصورة طيب يبقى احنا كده اخدنا مجموعة الاوامر دي في عندي امر تاني اسمه duplicate امر duplicate دي بيعملي duplicate للتصميم بلياراته بكل حاجة ممكن ادمج الليارات او اسيب الليارات زي ما هي نلاحظ معي ان هو فتح للتصميم مرة تانية ده مثلا اسمها L6 دي خلالي L6 copy يعني لو حابت احفظ هيرلو حابت احفظها فين لانه اصبح ملف تاني خالص لسه ما تحفظ تمام طبعا احنا نقفلها من غير ما نحفظ يبقى احنا كده اخدنا اهم الاوامر الموجودة في قائمة image في عندي اوامر تانية موجودة عندي في قائمة layer زي ايه زي مثلا نيو ايه نيو دي ايه نيو من خلالها ممكن اعرف اعمل نيو layer جديد او نيو جروب طبعا انا لما حب استخدمها باستخدمها من امر نيو انا باستخدمها من فين باستخدمها من هنا اهو باعمل layer جديد من هنا باعمل آآ جروب جديد من هنا تبام في عندي حاجة اسمها duplicate layer احنا كده بنستخدمها قبل كده وان انا كده امسك layer واشده يبقى انا كده عملت ليه ايه؟ عملت ليه duplicate اهو ده اللي انا عملت ليه duplicate اهو اصبح اتنين تمام؟ نمسحه يبقى انا ده بقى كده عملت layer او ممكن اعملها من هنا طيب في عندي حاجة اسمها delete برضو ممكن اعمل delete layer او ممكن اعمل delete group وبرضو احنا بنستخدمهم من فيه من هنا ان انا ممكن اجي كده اوقف على layer دي او تعالوا مثلا نعمل layer تاني او مثلا وقفت على layer دي وعايز امسحه هاضغط على delete هيقول لي ايه؟ طبعا اقول لي امسح لي المسك بتاعه وبعد كده هيمسح لي layer نفسه تمام؟ وممكن اجي اكون مسلا عامل اكتر من layer وديكم مسلا بالشكل دي عملت اكتر من layer وعايز احطهم في group وعايز امسح الجروب امسح الجروب من فين؟ احنا اخدنا عشان امسح الجروب ان انا مجرد بقف على الجروب واضغط على delete هيقول لي احبت امسح الجروب بمحتويات ولا group only group only يعني معانا هو يمسح لي group بس هي هي نفس الطريقة لو انا جيت ضغط من delete وروحت اقول delete group هيقول لي بارو تعمل group only ولا group انا انت كنتيس بقول له group only هي هي نفس الطريقة تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض امر كمان في عندي امر كمان اسمه layer style layer style اللي هو الف اكس اللي احنا كلنا نستخدمه يعني مسلا انا عايز اعمل الف اكس لدية ممكن اجيبها من layer style واحدد مسلا انا عايز اعمل لها drop shadow هي هي مفيش اي اختلاف ان انا ممكن بدلا ما اجيبها من هنا ممكن اجيبها من هنا او ممكن اضغط double click هنا هتجيلي اعمل الحاجة اللي انا عاوزها مسلا اعمل اين ارشاد في الشكل انا بنحدد الحاجة اللي احنا عاوزها ونختارها هي هي نفس الكلام ممكن اجيبه من اكتر من طريقة في عندي امر كمان اسمه new fill layer او new adjustment layer اللي هو بالزبط هو هو بتاع اه الامر adjustment اللي هو داي يعني تعالوا كده نشوف انا ممكن اجي كده واعمل new adjustment سوري نغطى على المسك new adjustment اهو في عندي حاجة اسمه sold color وgradient وباترن هم هم الموجودين هتلاقيهم ايه هنا اللي هي new fill color اه sold color gradient وباترن او new adjustment color اللي هو اللي هم الجزئية اللي تحت اللي هي من اول brightness باجي هم هضغط عليه من هنا هيعملي brightness flare جديد هارو بتحكم فيه من هنا او نمسحه كده خالص نمسح المسك بتاع ونمسح layer نفسه ممكن اجيبها من هنا اقول له مثلا new adjustment مثلا ادي بريت نسل كنتراست هجيبها برضو واتحكم فيها من هنا هي هي مفيش اي خلاف ما بينهو طيب اه تعالوا شوف ما اه اه امر تاني في عندي حاجة اسمها layer mask والvector mask والclepping mask اه وال smart object واللي هي اللي هي اللوك طيب ايه مجموعة الامر دي احنا اخدناها اه اولا اه تعالوا نشوف مثلا الماسك القرنة الماسك اللي احنا كنا بنجد اللي احنا كنا بنجد ماسك العادي بنعمل select الجزئية معينة تمام وااجي اقول له هنا اعمل لي ماسك هيبي هيخفيها لي ويزرها لي ممكن نفس الطريقة هاعمل تراجع نفس الطريقة ممكن اجيبها من layer mask اقول له مسلا استخدم لي اللي هو استخدام للسيلكشن بتاعي تمام طيب ممكن اعمل حاجة تانية اسمها فيكتور ماسك ان بدل ما برس بعمل سيلكت طيب تعا نشوف الفيكتور ماسك ليه باستخدمها بي الباص باجي ارسم كده باص عندي بالمنظر دي وهاجي على قائمة امج قائمة اسف لاير وبعد كده هروح على فيكتور ماسك واقول له استخدم الكارنت باص اللي انا مستخدمه يبقى انا كده عملت برضو اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي اسمها ايه اسمها كليبينج ماسك اللي انا بضيف حاجة على حاجة نعمل كده رجوع تمام مسلا جيت انا قلت اللو دي ضيف هالي على دي تعال ناديها اللون تاني كده ناديكم مسلا اديتها اللون الابيض انا عايز بس اللي يظهر نادي الحتة الاخيرة دي ابيض بجد انا عايز اللي يظهر بس الاتحاد ما بينهم فهاجي كده اعمل كليك يمين واقول له ايه كريت كليبينج ماسك او ممكن من لير بقول له كريت كليبينج ماسك يبقى بس اللي فقط اللي ظاهر اللي هو اللي موجود جوه بس للصور تمام ده بالنسبة ليه الكليبينج ماسك طيب في عندي حاجة كمان اه اسمها اه سمارت اوبجيكت انا احاول الشكل بتاعلي سمارت اوبجيكت يعني انا ممكن امسك اللي اردي كلها تمام واخليهم سمارت اوبجيكت عن طريق ان انا ممكن اضع كليك يمين واقول له كونفيرت سمارت اوبجيكت او ممكن على قائمة لير واقول له ايه آآ سمارت اوبجيكت كونفيرت سمارت اوبجيكت كده اخلاهم لي لير واحد بس بالصورة جدا لو ضغطت على السومب نيلز ممكن امسح او اعدل فيهم زي ما انا عاوز وليكن مسلا همسح اللير ده او هخفيه واقول له حفظ كنترول اس واقف الكنترول دابليو هلاقي عندي اختفى من الاصل بكده اصبح سمارت اوبجيكت طيب في عندي كمان اوامر تانية اللي هي بتعمل حاجة اسمها جروب لير ايه جروب لير اللي زي ما احنا مساكنا اكتر من لير رحنا عملنا لهم جروب من هنا عادي تمام اه في عندي اه امر كمان اسمه ان جروب لير اللي انا افك الجروب بتاعي زي كاني بمسح الجروب في عندي هايد لير اللي انا اخفيها يعني اشيل علامة العين او اظهرها اللي هي الهايد لير اه في امر كمان تمام عندي اه اللي هو اه اه الامر اللي هو اسمه لينك لير اللي هو الربط ايه لينك لير دي انا بيجي كده مسلا مساكت اكتر من لير اللي هي بعالم على التلات التلات ليرات اللي انا عملتهم دولة واضغط على علامة دي هيعمل لي لينك ما بينهم او هاضغط على لينك لير كده هو عمل ربط ما بينهم ممكن ارجع تاني وقول له ان لينك لير كده فكلي الربط تمام احنا طبعا بنعملها افضل من هنا تمام في عندي اه امر كمان اسمه ميرش داون وميرش فيزبل وفلاتن اميج ميرش داون بيعني بمعناه ان هو بيعمل لي دمج لي اللير داية مع اللي تحته هاضغط كده على قائمة لير اعلم على اكتر من لير بالمانظر داية اقول له ايه ميرش لير ليا كنترول اي تمام اه ممكن اعمل حاجة تانية اللي اسمها ايه ميرش فيزبل يعني ادمج لكل المرقي يعني مسلا تعالوا كده نعمل اللي نخفي مسلا اللي يا رادي كلها وعايز ادمج الاتنين دول مع بعض مش شرط اعلم عليهم انا ممكن اجي كده وقول له ايه ادمج لي كل اللي مرقي كل اللي انت شايفه اصبح كل دول اصبحوا ايه اللير واحد ممكن اقول له في لاتن اميج في لاتن اميج يعني خليلي كل الليرات يعتبر لير واحد كده خلوهم لكلهم تمام طيب اه دا بالنسبة للأوامر الموجودة عندي في قائمة لير تعالوا نشوف القائمة اللي بعدها قائمة اللي بعدها هي قائمة سيليكت تعالوا اديها كده هيلاتت لنصفر اا قائمة سيليكت اول امر عندي اللي هو سيليكت اقول اللي هو كنترول ايه الاختصار بتاعه دا بيعملي سيليكت للصفحة بالكامل في عندي حاجة اسمها دي السيليكت كنترول دي في عندي حاجة اسمها ري سيليكت يعني بيعملي اخر تحديد انا كنت اعمله يعني انا مسلا كنت اعمل تحديد بشكل مربع ده وعملت له دي السيليكت كنترول دي عايز ارجع اعمله مرة تانية هضغط على كنترول شيفت دي هيرجع يعمل لي لنفس المربع مرة تانية في عندي حاجة اسمها انفرس انفرس بيكس التحديد اللي هو كنترول وشيفت واي كده اعلم لي كل حاجة معادة المربع طيب ده بالنسبة لمجموعة الاوامر دية في عندي امر تاني زي اسمه الكلار رينش وده احنا خدناه قبل كده اللي هو عن طريق ان انا بجيب اداة الماجيك واند وكليك يمين واقول له وحدد اللون اللي انا عاوزه ممكن بسهولة جدا بدل ما الف اللافة دية اجي برضو من قائمة واروح على طول بتاع طيب في عندي حاجة حاجة كمان اسمها الرفاين ايج دية هي اجي كده مسلا انا عملت للحيوان بتاعي دية على الجودان بتاعته مسلا اعملنا تحديد بالشكل ده بس عايز اظهر الشعر ده بضغط على ريفاين ايج او ممكن اجيبها من هنا من سلكت بجيب ريفاين ايج باجي كده اعلم على الشعر هليه عندي ايه ظهر التحديد بتاعي بالمنظر ده تمام بانا كده عرفت ازبط الشكل بتاعي طيب في عندي اا امر كمان اا اسمه مودي اا اسمه ترانسفورم سليكشن اللي هو ايه ترانسفورم سليكشن معناه ان هو بيعرف يمسك لي السليكشن بتاعي عشان اعرف اتحكم في السليكشن مش في الصورة اللي جوه السليكشن يبقى انا كده بعرف امسك السليكشن بس على فكرة بسهولة جدا ممكن برضو وانا عامل التحديد باجي اضغط اا كليك مين واقول له ترانسفورم سليكشن لو ضغطت في لي ترانسفورم هيمسك لي بالصورة خلي بالك لها كنترول تي ده بيمسك لي بالصورة اللي جوه السليكشن لكن الترانسفورم سليكشن ده بيمسك لي من غير الصورة بيخليني اعرف اتحكم فيها او اليفه او اكبره زي ما انا عاوز تمام اضغط على انتر عشان اثبت التحديد بتاعي اه ده بالنسبة لي اللي هو الترانسفورم سليكشن اه في عندي اه حاجة كمان مهمة جدا اه اللي احنا الحاجات اللي سبناها بقى ليه باللون الاصفر في عندي حاجة اسمها اول لير اول لير ده بيعمل سليكت لي كل الليرات يعني هيجي كده على قائمة اه سليكت بس تعالوا الاول نعمل اكتر من لير مسلا بالشكل ده عملت مسلا سبع ليرات انا عايز احدد كل الليرات بتاعت التصميم بتاعتي هيجي كده واقول له اه سليكت واقول له اه اللير كده هو احدد لي كل الليرات طيب انا عايز الغي التحديد ممكن ايجي كده وقول له دي سليكت لير يعني طبع احنا ممكن نعملها من كنترول هنا بنحدد الحاجات او بالشيفت من اول لغاية الاخر زي ما احنا قلنا قبل كده تمام اه ده بالنسبة لي اه اللي هي بتاعت اه اللي هي بتاعت اه اللير و دي سليكت لير طيب في عندي حاجة كمان اسمها جرو سيميلر و موديفايد ايه الكلام دي ايه الكلام دي احنا كلنا نستخدمها مع عادات الماجيك وينز يعني مثلا انا جيت كده تمام وروح تعملت تحديد انا جيت قلت له انا عايز ااخد التحديد اللي مشابه لنفس اللون بتاعي اللي هو اللون الابيض ده او مثلا اللون الاصفر عاديش ااخد المشابه ليه هضغط كريك كيمين وقول له سيميلر يبقى اخد لكل الاصفر اللي في الصورة تمام او مثلا جيت كده وروح تعلمت على الجزئية دي وعايز اقول له كبر للتحديد شوية في اجيي اعمل له ايه ايه جروب يوكون نكبره ليه شوية ممكن نعملها من هنا او ممكن نعملها من فين نعملها من اا اللي هي الجروب والسيميلر منuer pla W67 طبعا لازم اعملắc اعمل hacia display الاول نفس الامر ممكن اجيبه من هنا اقول له مثلا similar او اقول له جروب عشان نكبر شويه طيب في عندي امرة تاني مهمة جدا اسمه Anyway certified modification 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 transfers تحكم في التحديد بتاعي سواء ممكن اعمله اه اكبره شوية بوردر اخليه ازوده اعمل له اكسباند بحدده بالشكل اللي انا عاوزه يعني مسلا تعالوا كده نعمل لصفحة جديدة تمام وعملنا تحديد بتاعنا مسلا بالشكل ده بشكل مربع او شكل مستطيل هاي كده اعمل سليكت واقوله مودفايت واقول مسلا نعمل اللي اكسباند لها يقول اللي اكسباند قبرها بنسبة ايه كان بكسل مسلا بنسبة اه عشر بكسل اول ما اضغط على اوكي زي ما انتم شايفين لاحظوا معايا كبر شوية التحديد بتاعي ممكن ايجي كده واقول برضو بقائمة مودفايت بدلا ما اقول له اكسباند مسلا اقول له اه انا عايزة تبقى مسلا ايه اعمل لها فيزر ممكن الفيزر بتاعي ده مسلا اخليه تلاتين الفيزر اللي هي اللي احنا اتكلمنا فيها لكده اللي بتعملي اه بتعملي التمويه على الاطراف تمام طيب انا مسلا جيت وروح تعملت تحديد بالمنظر ده وراح ايه حصل ان دا اتهزت وانا شغال بعمل التحديد انا عايزة اخلي التحديد بتاعي باجي كده سليكت واقول مودفايت واقول له ايه خله لي سموس مسلا بنسبة خمسة بكسل زي ما انتم شايفين هو قل التعروجات اللي انا عملها ممكن اعمله سموس مرة كمان لو انا عايزة قلل اكتر التعروجات بتاعتي بنسبة خمسة بكسل كمان مرة تلاقي ان كل شوية كل ما بضغط سموس كل ما بيزيد بيعمل لي ايه سموس للتحديد بتاعي طيب اه دا بالنسبة لي اه اللي هي مودفايت وجروه وسميلر اخر حاجة عندي حاجة اسمها لوت سليكشن وسيف سليكشن دلوقتي انا عامل تحديد والتحديد دا انا عايز احفظه عشان ارجع له مرة تانية هروح على قائمة سليكت واقول له سيف سليكشن كده انا حفظت التحديد بدلوا الاسم اللي انا عاوزه وليكن مسلا هسميه واحد اوكي عايز ارجع تاني للتحديد بتاعي هضغط على سليكت واقول لوت سليكشن واختار واحد طبعا ما عنديش غيره مش حافظ تاني حاجة اقول اوكي رجع لتاني التحديد لنفس الطريقة وممكن استخدمها في اكتر من حاجة يعني انا ممكن اجي كده هنا تمام يعني مسلا انا اه ممكن اعمل مسلا كده واقول له سليكشن واقول سيف واسميه لاحظه معايا هو انا بيقول لتعمل التحديد بتاعك اه على الصورة مسلا دية ولا تعملها في ملف جديد دوكيومنت جديد اقول له مسلا في دوكيومنت جديد واقول له ايه اوكي بنا كده مساكل التحديد بتاعي نفس الشكل اللي انا حددته عملهولي الفا يعني معناها ان هو خلاه باللون الابيض وخلاه الباقي كله باللون اسود ده لو انا عايز احفظها تبقى في مستند جديد خالص المستند دية بيكون الفا تمام اه ده بالنسبة اه الفا يعني هيبقى عبارة عن يا ابيض يا اسود تمام ده بالنسبة لايه ده بالنسبة للشكل بتاعي بتاع حفظ التحديد طيب تعا نشوف مع بعض قائمة اه مهمة جدا اسمها فلتر قائمة فلتر ده دية مفاش امر معين احنا هنقتل بمعنى قائمة فلتر دي للتجريب انت هتجربها بنفسك عشان تشوف الاوامر اللي فيها لان الاوامر بتاعتها مش بمجرد حاجة بتتشرح وخلاص يعني تعالوا كده مثلا نفتح صورة بنعمل لها بلايس ولايكم مثلا الصورة دي مصغرة شوية ونعمل بالاستيك كده عشان نرجع حكاية الاسمارت اوبشيكت اللي فيها كده بقت الصورة عادية على فكرة يعني ممكن امسحها عادي طيب انا الصورة دي كده هاجي اعمل لها فلتر ونشوف شكل الفلترات الموجود مسلا ممكن اعمل فلتر بتاعي اخليه مسلا اه بلور مسلا او اعمله مسلا ديزورت مسلا نشوف مسلا نخليه زي الويف يبقى من النظر ده ممكن اعمل فلتر تاني مسلا يعمل لي نويز فيه ممكن ازود النويز اكتر بقى بالشكل ده فالفلترات انت هتقعد تجرب شكل فلتر الفلتر وعلى فكرة احنا ممكن نجيب فلترات تانية من عن نت يعني مش شرط الفلترات دي وبس لأ ممكن ازود واجيب فلترات اكتر من عن نت بتقعد تجرب حاجة اهم حاجة عندي اللي انت تكون عارفة في الفلترات اللي هي فلتر جلري فلتر جلري ده اه مجموعة مجموعة الفلترات اللي هي من برة بتبقى متجمعة هنا المهم منها بيكون متجمع هنا وانت ممكن تمسك حاجة حاجة فيهم وتعدل فيها زي ما انت عاوز دي بالنسبة للفلتر جلري ممكن نخلي الشاشل بتاع بالمنظر ده اه دي اشكال كتيرة وفلترات كتيرة احنا ممكن نستخدمها لما نحب ان اعمل ايه بعض المؤسرات على الصور طيب تعالي نشوف غير الفلتر جلري برضو من الحاجات المهمة جدا اللي هي اسمها اه دي بتعملي ايه بتعرف تخليني اعرف اشد الصورة بالمنظر ده العب فيها ويفضل مسلا تعالوا نفتح اي صورة تانية كده مسلا خليني نفتح صورة البطاريك دي وهعمل له فلتر مثلا جيت انا عايز اقصر شوية المنوع بتاعه زي ما تشايفين هي اداة سهلة جدا ان انا ممكن اعرف اتحكم في الحاجة ممكن اعمل لها مسلا تبقى بالمنظر ده اطويلها شوية ممكن اجي كده الفها بالمنظر ده ممكن اجي كده اه اه ارفاحها خالص ممكن اجي كده انفخها شوية بنفخ الشكل بتاعي بالمنظر ده فده بالنسبة لايه لكوفاي طبعا احنا هنجرب الحاجات دي هتلاقي فيها اشكال كتيرة جدا بتدي مناظر جميلة جدا ممكن تعرف ايه تلعب فيها زي ما انت عاوز طيب ده بالنسبة لي القائمة فلتر اه دي للتجربة مش النظام ما فيش حاجة سابتة ممكن اشرحها لكن دي انت بتقعد تجرب امر امر بتشوف كل حاجة بتعمل ايه طيب في عندي حاجة تانية اسمها انالايزز دي اه عبارة عن اه يعني اداة القائمة بتاعت انالايزز القائمة بتاعت هلب ما بتستخدمهاش كتير يعني هلب دي بتجيب المساعدة بتعمل بعض التحليل بنستخدمها مع بعض الادوات بس ما بنستخدمهاش مباشرة يعني الاداية بنستخدمها خلاص يعني مسلا انا جيت كده قلت الرولر مسلا بيجيب لي شكل الرولر اداة اللورر عشان عارة اتحكم فيه هدي يعني بتاعت الرولر مسلا بيجيب لي اداة فطبعا احنا بنستخدم الادوات بتكفينا مفهلا بنستخدمش انالايزز كتير يعني انالايزز واداة اه وقايمة الهلب بنستخدمهاش كتير الهلب اللي هي بتجيب لي مساعدة او ممكن اعمل update البرنامج اه فدي احنا بنستخدمهاش كتير اه في عندي اه حاجة تانية اسمها 3d احنا مش هنشرحها في السلسلة دي هنشرحها في التطبيقات سايبنها مع ادوات بتاعت 3d مع البلتس بتاعت 3d هنشرحهم كلهم مع بعض في التطبيقات على دروس 3d اه ندخل في قايمة اسمها view تعالوا نشوف قايمة view فيها ايه قايمة view ناديها كده لون الاصفر قايمة view عندنا نراجع كده الاوامر اللي احنا او نشوف الاوامر اللي احنا ايه هنستخدمها ممكن في قايمة view في عندي حاجة اسمها zoom in zoom out photo screen actual pixel print size اه المجموعة الاوامر دولة اللي هم مبتوع اللي انا اه اظهر الملف بتاعي اه في النفذة بتاعتي اه ممكن اعمل zoom in وzoom out انا طبعا بعمل اختصار بتاعهم يفضل انت بتعمل اختصار بتاعهم اللي هو بالalt والسكرول بتاع الماوس ده zoom in وzoom out او ممكن تضغط على control زائد او control اه اه ناقص عشان لو انت عايز ايه تعمل zoom in وzoom out طيب في عندي حاجة اسمها fit to screen اللي هو بيظهر لي الشاشة بتاعتي على بيظهر لي الملف بتاعي على قد الشاشة fit to screen تمام او ممكن يجي كده واقول له اه اكتشوال بيكسل اكتشوال بيكسل يعني بيشوف لي الملف بتاعي هل هو لما يجي الطبع ولا لا طبعا المفروض ان هو الملف كده زي ما انتوا شايفين بتاعه بيبين لي بتاع الصورة كامل طيب في عندي حاجة اسمها برينت سايز بيوريها لي لما تيجي الطبع يعني مسلا دوقتي بعمل يفطى مسلا خمسة متر في متر ونص هل خمسة متر في متر ونص هتعرف اتعرض كلها على الشاشة هلو اتعرضت كلها على الشاشة هتبقى صغيرة طيب انا عايز اشوف شكلها شكل الكلام اللي فيها هلها يطلع ازاي لما يجي الطبع فبضغط على حاجة اسمها برينت سايز من قائمة بقول له برينت سايز بتظهر لي يقول لي انت لما تيجي الطبع هو ده المقاس بتاع الطبع تمام يعني هيبقى عامل مقاس مقارب لما يجي الحاجة ايه تطبع طبعا الاوامر اللي احنا اتكلمني فيها دي كلها موجودة كلها موجودة عندي لما بيجيب ادايات اللي هي هتلاقي ما هي اكشوال بيكسل وهي الفيتو سكرين وهي البرينت سايز كل الامر دي موجودة هنا تمام في عندي حاجة تانية اسمها سكرين مود اللي انا كنت بعملها بالاف اللي ممكن يخليها ليستاندرد او فول سكرين او اه فول سكرين مود اللي هي تخفيلي كده كل حاجة وتخليها لي ايه فول سكرين خالص تخفيلي كل حاجة طبعا احنا بنعملها بالاف بضغط على اف بتظهر لي الحاجات بتاعتي تمام ودي احنا اخدناها قبل كده طيب تعالي نشوف مع بعض كمان امر تاني اللي هو الرولر اللي هو الرولر دي برضو احنا عرفنا الاختصار بتاعه اللي هو كنترول ار عشان اظهر المصطرة او اخفيها طيب اه في عندي حاجة تانية اسمها اكستراكت الاكستراكت دي طبعا انا الطول ما اعامل على اعلمة صح ممكن اظهر اي اكستراكت فيهم زي ما انا عاوز زي مسلا انا ممكن اظهر او اخفي يعني مسلا انا مستخدم اداة السلايس سوري مستخدم اداة السلايس طول ما قطع التصميم بتاعي مسلا بالشكل دي بس انا عايز اشتغل على التصميم بس مش عايز الحاجات دي تظهر فممكن ااجي كده واقول شو واشيل كمة سلايس يبقى كده هي موجودة السلايس ولكن انا اعمل لها اخفاء علشان اعرف اشتغل على التصميم من غير ما يحصل لي اي مزولة في الحاجات اللي ظهرها قدامي اه ممكن ااجي كده تاني واقول له مسلا اظهر لي مسلا من الحاجات دي اظهر لي مسلا الجريد يعمل لي زي اظهر لي شبكة شاء لو عايز اشتغل تصميم هندسي او كده بيعمل لي شبكة اه ممكن مسلا اه اعجي اعمل مسلا حاجة اسمها سمارت جايد سمارت جايد تعالي نخفي كده الاول عشان ما تسترمناش السمارت جايد اللي انا ممكن اجيبها مع استخدام اداة المسطرة ان انا بعمل الحاجات دي دي بسميها السمارت جايد حاجات ارشادية ليا ممكن اخفيها اسف دي اسمها جايد ممكن اخفي الجايد او اظهرها زي ما نعاوز السمارت جايد اللي هو ايه ده اللي هو الجايد السمارت جايد ان انا بما باجي احرك مسلا اه عندي بعض الليارات مسلا ولكم مسلا هعمل هنا بشكل مسلا مستطيل ندير اللون الاصفر وعايز احركه لاحظوا معايا ان هنا ما فيش حاجة ما ما فيش اي جايد بيظهر لي عشان يبين لي ان الاتنين ايه اه مسلا في نفس المكان او كده فلو انا جيت رحت اظهرت السمارت جايد نبصوا كده لما اجي احركها هتلاقي فيه حاجات بتظهر اوتوماتيك لا بيبين لي ان هما كده ايه موزين لبعض او او كده هما تحت بعض بيظهر لي الحاجة عشان ايه اه يتسهل لي لما حب احط اللير في مكان ايه في مكان صح ده بالنسبة ده اسمه السمارت جايد اه ده بالنسبة للشو في عندي حاجة تانية اه امر تاني اسمه اه اسناب اه اللي هي ايه اللي اسناب ديه لو يعمل لي الشكل بتاعي زي المغناطيس يعني طول ما انا عامل كده ودي حاجة تتحسي يعني انتو لما تيجوا تجربوها وتيجوا تستخدموها هتلاقوا ان فيه فرق فعلا في الاسناب يعني لو لجيت الاسناب هلاقي ان انا ممكن احط اللير عندي في اي حت تمام من الجير ما لاقي فيه زي تاك كده بسيطة بتحسر عشان يبين لي ان الموقع ده مناسب تعرف تحط فيه اللي انا جيت مسلا قلت اعملي اسناب زي المغناطيس وقلت له اسناب تو مسلا الجايد والليار يعني علمت على كل الحاجات بحيس ان انا لما اجي اتحرك اول ما يجي عنده نص اللير هتلاقي عمل زي تاكة بسيطة كده اتحرك ايه يقولي ده هنا مكانه مناسب او مسلا اجي تحت كده هتلاقي عمل تاكة تاني فبيبين لي بيعمل لي سناب زي المغناطيس عشان يخليني اعرف اتحرك في خط من غير ما يحصل اي ايه اي لخبط فده بالنسبة لي السناب عشان يخليني اعرف احطوه مسلا على الحاجات تبقى متوازية لبعضها طيب في عندي اه امر كمان اسمه ايه اللوك جايد دي هنيجي كده ونشوف اللي هي اللوك جايد اللوك جايد تعالوا نعمل كده جايد لينا مسلا عملت جايد بالمنظر دي وانا مسلا عايز اسبت المكان بتاعه مش عايز احركه يعني لو جيت كده عليه هيتحرك لانا عايز اسبته خالص فبضغط على view وقول لوك جايد ايه لا يحصل مش عارف احركه وممكن يجي واقول له كلير جايد امسح لي كل الجايد بتاعي او مسلا اقول له نيو جايد واحدد انا عايز احطه بالزبط بتاعه مسلا عند مسلا عشر سنتي زي ما انا عاوز حطهولي بالزبط في نفس المكان ده بالنسبة للجايد نفس الطريقة انا ممكن اعمل معه السلايس ممكن لو انا جاي اعمل حاجات سلايس نظهرها كده هاي السلايس عملت سلايس بالمنظر دي طبعا انا ممكن بسهولة جدا اعرف اتحكم فيه تمام ممكن اعرف اتحكم هزوق السلايس اكبره لو انا عايز اقفل القصية دي فبقول له لوك سلايس كده هو عملي ايه اقفل ان انا ممكن اعرف احرك اماكنهم او ممكن اقول له خلاص امسح لي كل السلايس اللي انا ايبا كده احنا اخدنا قائمة فيو تعالوا نشوف القائمة الاخيرة القائمة دي احنا خدناها في اول اول من اول دروس البرنامج اللي هو في وجهة المستخدم خدنا قائمة ويندوز قائمة ويندوز احنا خدنا فيها قولنا ان احنا ممكن نعمل ايه في قائمة ويندوز قولنا ممكن نعرف نرتب عندي النوافز بتاعتين خليها طايل نخليها كاسكيد نعملي فلوت ويندوز يعني نطلعهم برا بدلا مهم يبقوا تبوبات او ممكن مسلا اقول لهم ايه ارجحهم تاني خليهم تبوبات ممكن ازهر او اخفي اي بلتس عندي او ممكن ازهر او اخفي اللي هي التولز او الوبشن ممكن انتقل ما بين الملفات اللي انا فتحها بسهولة جدا باستخدمها من ايه من قائمة ويندوز اه كده احنا اخدنا اه القوائم وخلصنا السلسلة بتاعت برنامج فوتشوب بسي اس فايف كده ما بقيش غير ان احنا ناخد التطبيقات ودي بازن الله هندخل في اللي هي الدروس اه بتاعت التطبيقات هنتدرب فيها على على حاجات خاصة بالدعاوة اعلان خاصة بالتصوير خاصة بالرسوم هناخد فيها انيميش هناخد فيها بازن الله احنا كده نعتبر اه هندخل بقى في الشغل اللي بجد اللي هو الشغل التصميم لان احنا كده فهمنا البرنامج بنسبة اه مش قليلة وبازن الله مع التطبيقات هتعلن نسبة معنا ممكن نوصل لتسعين في المية نكون فهمنا ان احنا بقين اصبحنا مصممين نعرف نعمل اي تصميم زي ما احنا عاوزين سبحانك الله ومحمدك اشهد الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته